مع اقتراب دخول الحضر الأوروبي على واردات الديزل ومشتقات النفط الروسي حيز التنفيذ في الخامس من فبراير المقبل تتجه منتجات النفط الروسية نحو مسارات جديدة مع لجوء أوروبا بشكل متزايد إلى استيراد وقود الديزل السعودي والأمريكي سنبحث عن شراكاء آخرين في آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وسنعيد توجيه امدادات الطاقة الروسية إلى أسواق البلدان الصديقة وفي انتظار قيام مجموعة السبع الكبرى بتحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية في فبراير ترى وكالة الطاقة الدولية أن الأمر سيضع المزيد من التحديات أمام موسكو صادرات النفط الروسية تتراجع كما توقعنا وستتراجع أكثر في الربع الأول من العام الحالي وما بعده ومع وجود سقف سعري أعتقد أن صناعة النفط الروسية ستواجه تحديات ضخمة على المدى البعيد ولم تشهد واردة الاتحاد الأوروبي من الديزل الروسي انخفاضاً ملحوظاً منذ بداية الحرب في أوكرانيا حيث لا تزال روسيا أكبر موارد الديزل لأوروبا عند 550 ألف برميل يومياً ورغم ذلك يتجه الوضع نحو الانخفاض وفق بيانات شركة كيبلر وأشارت الشركة إلى بلوغ واردات القارة العجوز من الديزل الروسي نحو 720 ألف برميل يومياً في ديسمبر الماضي لكن الكميات تراجعت منذ مطلع العام إلى 542 ألف برميل يومياً وفي إطار المنافسة العالمية بارزت تركيا واحدة من أهم مواردي الإمدادات البديلة للديزل الروسي حيث عززت صادراتها من الوقود إلى أوروبا وترى كيبلر أن مصاف التكرير التركية التي تركز على إنتاج الديزل ستحظى بميزة تنافسية عالية لتصدير منتجاتها إلى دول الاتحاد نظراً لاستيرادها الديزل منخفض التكلفة من روسيا ما سينعكس إيجاباً على إيراداتها ومن ثم ربحيتها شيماء عاصم تيرتا عربي